السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفتم المرهم ده قبل كده ده مرهم ريباريل أهم وأفضل مرهم للتورمات والكدمات ومسكن للألم ومنع للجلطات المرهم ده بيتكون من ثلاث مكونات أساسية أول حاجة الإسين وده مضاد للالتهاب وقابض للأوعية الدموية تاني حاجة الهبارين وده بيساعد على إزابة الجلطات وبيمنع التجلطات الدموية تالت حاجة الديمسلين سلسلية وده مسكن للألم ومضاد للالتهاب امتى بنستخدم مرهم ريباريل في حاجة التورمات والكدمات بعد الإصابات تاني حاجة الالتواءات والتجمعات الدموية تالت حاجة لو عندك ألم على العمود الفقير رابح حاجة لو عندك دوالي أو التهاب في الأوعية الدموية السطحية خامس حاجة لو حصل تجمع دموي أو تورمات بعد ما تاخد حقا عضل أو وريد طب ازاي بنستخدم مرهم ريباريل أول حاجة بتعمل كمادات بردة من 5 إلى 10 دقيقة بعد كده بتحط المرهم بتدليق خفيف جدا المرأة ممنوع ييجي على العين أو الأنف أو الجروح لكن ممكن يستخدم على الكدمات في الوجه وممكن يستخدم بعد التطعيم عشان يخفف التورمات دي أهم استخدامات مرهم ريباريل بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شار وغيرك بتمنى ليكم السحر والعافية كم معاكم دكتور طريق تركي استشار راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته